اللعيبة برضو عارف يعني يعني بيحسسوني انه هم مش هم الخبرات اللي موجودة انا قلتلك فتوح فتوح كان وحش قوي بس ليه؟ ليه بقى؟ اتباع حلو اتباع دي بجد بلغة الكرة اتباع انا بلعب لوحدي على اتنين احسن اتنين في الفرقة خليت شكلي وحش انا حتى لما بستلم بدور على سمسور عشان بصيله مش تحيل صح صح فتتقطع تترد علي بيمسك الكرة واحدة واثنين وثلاثة طول منه تقوم مقطوع ترد علي خليت شكلي وحش ما ينفعش عارف انا يعني انا اللي صعبان علي ان في لعيبة كبار كانت شكليه وحش في الملعب كمان بايه بغلطة عايز خد بالك غلطة في تشكيل ممكن تباوز لك ايوه طبعا تباوز لك الجيم كله زي ما فكرة في تشكيل يعني انت ممكن تحط لعيب في تشكيل يغير لك الجيم كله لصالحك اللي اناور عليك فانا ليه ليه في بعض الاماكن انا بواستها وبعدين بقى ايه ده انت عملت خد بالك هي المشاكل كلها كانت فينس النهاردة انتزمالك من الملكابها اليسرى بما فيهم السردباك الباكليفت الهوفليفت اه حسام وفتوح وسامسون بسبب واحد بسبب غلطة في تشكيل واحد صح تخيل سامسون اظهر فتوح بشكل سيء اظهر حسام بشكل سيء خط كله بقى وحش ومعاني الشعبان يستغلوا صح ومعاني الشعبان يلعب لك اسهل جيم في حياتك يعمال يديك طويل عمال يعمل لك عكسيات على النحاة التانية قريد انت ده اسهل واجمل حاجة ان انا بوشي واللعيب انت الخصم بضهره واطلع عركب الكرة وحط اللي زميلي في بوشي بس في حاجة دايقتي النهاردة قوي من فتوح في الجولة التانيش فتوح خبرات سوي الغبي خبرات خبرات يعني انت يا فتوح خبرات مفيش بعد كده اللعيب بره الخط يعني خلاص هيخرج بالكرة بره فانت روح تديته فول مجاني خاصة انه واحدة من اهم نقاط الفريق ده قوة الكرات السبت بس اقول لك الحاجة ده الكرة طلع نص ساعة بلونة نص ساعة ماشية في الجو يعني برضو واثنين عليه وعواد مختلفتش خطأ ماشاء الله مختلفتش معاك ان فتوح انا شوفت قلت لك فاول غبي بلغة الكرة بس معقولة جماعة الكرة دي بالعلو ده ماشي يا بقالها مدة في الجو ولعبت زمالك وقفين بتفرجوا عواد وقف بتفرج الناس وقف خد بالك ان شاء الله البطولة زمالكوية بس احنا بنتكلم في السلبيات اللي نتلاشها لان الفرقة دي هنا ممكن تستغلي منك كرة عرضية كرة سابتة مرتدة لا وانا عايز اقول حاجات كمانا اشن الجمهوري الزمالكوية بتفرج علينا وانا اقتقى في المقدمة ولا وضعات تاني احنا بنوصف اللي حصل في الماتش يعني ايه عشان الجمهوري الزمالكوية بفرج علينا هيقول لك ايه انتوا ليه مسودين الدنيا ما احنا لسه في مباراة عودة وسهلة ان شاء الله بس انت بشتعرف تقولي النهاردة عشان النتيجة كويسة هتقولي النهاردة لزمالك عمل مباراة كبيرة هتقولها ازاي لا او ممكن تتقل بحاجة في شكل تاني ايه هو اعرف سلبياتك عشان تصلحها برافو عليك يعني ما اعرف سلبياتك عشان تعرق لاني انا قدامي اسبوع هدعم في من هنا للسنة الجاية صحيح وهقولي يعني زي ما انا عايز لقوا متفاعلين جدا جدا انا بنزبط سعين فيما حاس ان شاء الله بإذن الله البطولة دي بتاعت الزمالكوية وهيبقى الفضل الاول للجمهور كمان برضو في اول حالة قلتلك ان شاء الله البطولة زمالكوية صح انا يا جماعة هنا دلوقتي في الكلام والحوار بيني وبينك احنا بنتكلم في وصف مشاكل فنية لازم تتعدل الفترة الجاية لان هنا الغلطة بقود مش مستهلة غلطة مش مش مستحملة غلطة اه انت تسجل جول وتكسب بطولة ماشي لكن هتبقى جولين محتاجهم لو هم مسجلوا جولة بتصعب الدنيا على نفسك جدا عشان كده الغلطة بخسرت بطولة وبعدين انت يعني انا مش مستدقى برضو نفسي التغيير التالتة دي مش متخيل مش متخيل ان انا ممكن اطمع في الجن بالشكل ده وانا اتنين واحد والنتيجة سهلة يعني انا اعتبر من افضل النتائج اتنين واحد احلى من واحد سفر اتنين واحد تجيب واحد انا هتبقى كذبان لو واحد سفر هتبقى متعادل حصلت الدور الماتش الاولاني 2019 تعدلنا واحد واحد ودلعبنا ضربات جزاء وبختك يا مبخي موافقين ولا مش موافقين الجن بتاعك موافق ولا مش موافق انما اتنين واحد جن سلاموا عليكم انت اكسبت البطولة وتنموت بقى عليه وتنمع عليه بالجمهور بالضغط الجماهيري بالكلام ده كله الامور هتختلف فالغلطات تبقى اقل من الناس اللي موجودة في الملعب ومن الجهاز لان الغلطة هتودينا الحتة مش كويسة عشان كده احنا بنتكلم احنا نفسنا انا النهاردة نفسي الزمالك يطلع كذبان بس يطلع كذبان ازاي 45 دقيقة كاملة يا كريم يروحوا منك ككوتش في نهائي لا لو خد بالك ده فرقة نهضة بركان مش والدليل من 45 دقيقة التانية هو ما عملش حاجة هو ما عدلش حاجة والخمسة 40 دقيقة التانية من حسن الحظ ان برضو الراجل اللي برا الان من فرقة الزمالك مانش عمالك الان جدا هتراجع شوية